وسائل الادخال للكمبيوتر. اهلا بكم في حلقة جديدة من هندسة الصوت. طبعا احنا اخدنا ازاي نسجل بمايكات ازاي نختار ازاي نختار اللي هشتغل عليه. دوت اللي انا هشتغل عليه دوت مش هسجل اصوات بشرية بس. ده فيه اصوات بتبقى على دوت زي مثلا انواع من الارجات مثلا او مثلا انواع من الكمانجات انواع من الات النفخ. فالالات دي كلها انا لازم ادخل بطريقة ما المعلومة للكمبيوتر بحيس الكمبيوتر يفهم الالحان اللي انا هعملها او النغمات دي ويطلعها في التراك اللي انا فيه كزا طريقة للادخال الكمبيوتر. اول طريقة يعني الكتابة الكتابة بالنوت. الكتابة بالنوت ساعدتك هتروح مدون لو انت بتقرأ نوتة بتباني في حلقات النوتة يبقى انت هتقدر تكتب نوتة موسيقية. احنا هنستمر في الموضوع ده ودخلين فيه جامد الفترة اللي جاية ان شاء الله. لما تيجي تكتب نوتة موسيقية اه الاجهزة دلوقتي والسوفتوير بتاع اللي تنزل على الكمبيوتر دلوقتي بيتحلك انك حتى تسمع النوت اللي انت كتبتها دي صوتها هيبقى عامل زي انت ممكن حتى تقلف للجيتار حتى لو ما كنتش عازف ماهر مسلا. او تقلف وانت مش عازف ماهر مسلا. بصبعا لما تبقى عازف بتبقى فاهم انت عايز تعمل انت بتختصر الوقت انك انت بس ما بتتدربش على المقطوعة وعندك عازف جاهز بيروح عازفها لك بالطريقة اللي انت عاوزها. فدي اللي هو بيعمل كل اللي هو بيعمل تسجيل في التراكات ده ممكن ان انت تختار واحد الويندوز بتاعته انك انت تخش تكتب النوت بنفسك وتخلي الكمبيوتر يعزفها. فلو انت عارف نوتا كويس وعارف اللحنة اللي انت بتعمله ده بالزبط هتروح كاتب النوت بتاعتك سواء كوردات او سواء كانت النوت. طبعا في الكوردات انك انت تعمل اقاع به بيبقى صعب شوية لان الاحساس البشري محتاج موجود كبير اوي في عشان يطلع لك حاجة قريبة منه بالاحساس اللي احنا بنعمله اه واحنا بنعمل الاقاية يعني. فطبعا اه في حاجات بتنفع كويس قوي في حاجات ما بتنفعش كويس قوي. اه دي وسيلة من الوسائل. في وسيلة تانية من الادخال ان واحد زي ساعتك كده شاطر في الجيتار او شاطر في الكيبورد او شاطر في البيز. ده راح استوديو وسجل بنفسه حاجة بيسموها او عينات. العينات دي ساعتك بتاخدها بتدخلها على جهاز اسمه سامبلر موجود عندك في آآ في الكمبيوتر من اللي بينزل مع يعني الجهاز ديت يعني حاجة جهاز جوه يعني جهاز مفتعل جوه الجهاز دوت هروح واخد العينة ديت او ديت ويعملك بها اللي انت عاوزه. يعني انت عايز العينة دي تعمل بها اللي انت عاوز تعمله هو هيحرك نفس صوت البيز اللي عازفه الراجل دوت في الستوديو ويعمل بيه النغمات اللي انت عاوزه. فكأنك بتستعمل عازف موجود في الستوديو وانت استعملت الصوت بتاع الجهاز بتاعه بانك انت بتعمل النغمات بتاعتك فبتساعدك كتير قوي. آآ دخلوا كمان في حتة اعلى شوية وخطيرة برضو. ايه الحتة دي? ان يستعملوا حاجة بيسموها لوبس. لوبس يعني لفات او حاجة بتدور وتلف. اللوبس دي حاجة جاهزة. بتلاقي اقاع مسلا. اقاع من لك منه مزورتين مسلا. او حتة على اقاع. او حتة على اقاع. اللوب ديت. اللوب بتاعت حاجة معانة تفضل تركبها وتفضل تدورها تدورها تعمل لك نفس اللوب ديت طول الموازير بتاعتك وتشدها كده بالماوس سهل جدا. تحطوا واحدة وتروح شددها بالماوس كده. اسهل حاجة. هنشوف الكلام ده كله اللي ما ديجي نعمل لحنة كامل ان شاء الله. هنستعمل فيه ديت وهنستعمل فيه وهنشوف الحاجات دي كلها تركب مع بعضها ازاي? فدي وسيلة من الوسائل. طب ايه خطورتها? خطورتها انها خلت ناس كتيرة ما بتفهمش حاجة في المزيكة قاعدين بيروحوا جايبين اللوب ديت وروح فرشها في اللحنة كله وتقعد تتسمع بقى يعني العجب. يعني تسمع العجب فتلاقي حتى دلوقتي وصلوا لاجهزة الاعلام وصلوا للراديو بتاعة تسمع تلاقي تلوص صوتي طالع من اجهزة الازاعة بالاغاني الحديثة اللي ما فيهاش اي مجود فني الخطورة بتاعتها ان الناس اللي بتسمع الاغاني ديت او المقطوعات ما مفيش مقطوعات طبعا هي تبقى غالبا اغاني لان بيعتمدوا على الكلمة مش بيعتمدوا على اللحنة. فالناس بتسمع الكلام ده وتاخد عليه وتسمع الكلام ده وتاخد عليه يبقى ده الطبيعي بتاعهم. يبقى ده الطبيعي بتاعهم فتلاقي بقى الناس بتوع المهرجانات هو جملة لحنية واحدة معمولة في كل الاغاني وبياخدوها يتبعوها على عشرين مليون اغنية والكلام بس بيتغير والمطر بشكله بتغير والصوت والتأتاء والسقساء والكلام ده كله يطلع لك التلوس الصوتي اللي انت بتشوفه دوت وما اعتقدش كلنا راضيين بيه ولا حنرضى بيه لان ده مستقبل مظلم للاخواننا بتوع الموسيقى في شعوبنا وكمان للناس المستمعين وللزوق العام ده افساد للزوق العام وخلي الناس تاخد على حاجة زي بالزبط كده مسلا واحد يعني ما تأخيزنيش في الكلمة المجاري بتطفح في الشارع بتاعه كل يوم غراء الشارع والريحة طالع على الناس الناس هتتضايق منها اول يوم تاني يوم تلت يوم هتبقى عادي بالنسبة له رابع يوم مش هتشمها خالص الانسان هيتعود على التلوس بتاع الشم دوت ومش هيشم الريحة دي خالص يجي لهم زائر بقى او يجي لهم حد من برة الشارع دوت يزورهم هيشم الريحة ديت ما هو ده بالزبط الفرق ما بين واحد عايش في وسط المصيبة وبياخد عليها وكل يوم وماشي معاها وواحد جاي من برة بيشوف انت بتعمل في نفسك يا ابني كده ليه وده بالزبط الحال بتاعنا في الموسيقى كجزء ممثل للحاجات الكتيرة تانية اللي احنا عارفينها في المجتمعات بتاعتنا يا طيب اه ايه بقى اتخرجناش من الموضوع يا عم انت عايزين نخش في موضوع الادخال طيب اه احنا اخذنا الوسائل بتاعت الادخال انك انت بتكتب تكتب النوت تساعدتك حاجة تانية انك انت بتستعمل ناس عايزة في اتحاجز غنطوطة الحاجة دي بتبقاش كبيرة يعني جزء من الثانية او ثوانية بتستعملها وانت تطوع ديت بالحان معينة اه الجزء التالت انك انت بتستعمل مزورة جاهزة مزورتين اربعة معمولين جاهزين من اللوب عمالها تلفه والدور وانت تخدها تستعملها في في التراكات بتاعتك وتعمل التراك بتاعك اللي انت عاوزه في بقى اهم وسيلة للادخال ودي بتسهل حاجات كتيرة جدا الكيبورد الكيبورد ده هو عبارة عن المفاتيح لوحة المفاتيح زي بالزبط لوحة مفاتيح الكمبيوتر الكيبورد دات اللي بدخلوا الاف به تهساء هو الموسيقى برضو ليها لوحة مفاتيح دور ريو الميو الكلام ده كله فاللي بيحصل بتجيب لوحة مفاتيح صغيرة او كبيرة زي ما انت عاوز اللوحة المفاتيح دي بتكون السبب انك انت بتعزف الحاجة اللي انت عاوزها بالقالة اللي انت عاوزها طبعا بتختار الصوت اللي انت عاوزه من الاسوات اللي موجودة في الحاجة اللي انت بتستعملها. وبتسجل الكلام ده بايدك على الجهاز والجهاز بقى طبعا بيعيد الحاجات ده. ممكن الناس اللي ما عنداش خبرة بالكمبيوتر مسلا ممكن يجيبوا لوحة زي دي. فاللوحة ديت عبارة عن مسلا دي اللوحة دي بتاع دي دي شطورة كده. يعني ايه? يعني تمن من الدو للسي ادي سبعة ويخش على الدو ادي اكتاف. وبعدين من الدو للسي خش على الدو اللي بعدها ادي اكتاف تاني. اكتاف يعني تمانية باللغة اللاتينية. فاكتاف يعني تمن نوة وتمن نوة لوحة ستاشر نوتة. ستاشر نوتة من اللي هم البيض بس طبعا في مفاتيح سودة. خمسة هنا وخمسة هنا شطرين كده. فعملوا لي كيبورد صغيرة دي الكيبورد دي اللي انا عزفتها وحطوا السلطة باي سماعات مفيش اي صوت فيها. هي عبارة عن لوحة المفاتيح بتاعت الكمبيوتر بتاعك. هي لوحة مفاتيح بتاعت الكمبيوتر بتاعت اي بروسيسور ولا فيها اي حاجة خالص. مش هتعمل اي مش هتشتغل اي كمبيوتر. نقبلك. ولكن هي وسيلة ادخال الحروف بتبعت اشارات سلكية للكمبيوتر. تقول له اكتب دي شكلها كزا اكتب دي شكلها كزا. ليها كود معين بتبعته له عن طريق السلك اللوحة ديت بتدخل لها من هنا. وكمان في فرصة انك تدخل لها حاجة بيسموها ميدي. دي مشهورة جدا. آآ ده حاجة من التمانينات بال امالتك. اخترعوا لغة يخلوا الماكينات تتكلم مع بعضيها باللغة ديت. في الميدي ديت بقت موضع قديمة. بعد اختراع اخونا اليو اس بي. ولكن في بعض الالات لسه بتستعمل الميدي. زي ايه? يعني انا ممكن ناخد الكيبورد الزغيرة ديت وحطها مسلا جنب موديول بتاع صوت. موديول بتاع صوت يعني عبارة حاجة فيها اصوات بس. ما فيهاش اي حاجة واصلة اتصال. ودي تبقى وسيلة الاتصال معاها تعزف الاصوات اللي جوه الجهاز الموديول ده. ده موضة قديمة كان ازي كلام ده زمان. ممكن احطها فوق كيبورد تاني. يعني لو انا عندي كيبورد محترفة بلعب بها في باند. ممكن احط الكيبورد دي فوقها ووصلها ده عن طريق الميدي واعمل في دي اصوات واعمل في اللي تحت اصوات في بقى عندي كيبورد مسلا تانية ليها ابعاد تانية وبستعملها مع الاولانية في نفس الوقت عن طريق الرسائل بتاعت الميدي اللي هي اللغة بتاعت الميدي اللي بتطلع عن طريق الكابلات خاصة. الكابل بيبقى خماسي تقريبا اه هو خماسي فعلا. خماسي الشوكة بتخش جوه من هنا والناحية التانية خش في الالات او في الموديول او في اي حاجة ويتصل بالالات ديت وتبقى دي لوحة التحكم بتاعت الميدي. لسه الميدي برضو متعمق معنا شوية في حاجات الدي اي دابليو ما تلغياش لسه. ففي حاجات اجهزة بتشتغل الميدي برضو ممكن استعملها. فلازم اه يعني الكيبورد اللي بتبقى كويسة ممكن هتلاقي فيها ميدي دلوقتي. وممكن ما تلاقيش الحديثة الخالص مش هتلاقي فيها الميدي ما اعتقدش يعني. طبعا اليو اس بي ان انا بقى بقى غصله على طول باليو اس بي دلوقتي بالكمبيوتر خلاص بقى دوت متصب بالكمبيوتر. والكمبيوتر هيفهم الراجل ده بيقول ايه? وبشغل الجهاز بتاعي او بتاعي ويشغل بيها الكيبورد دوت. اخوانا عازفي الكيبورد والارج اللي بيعزفوا باديهم الاتنين طبعا محتاج كيبورد اكبر شوية فانا اه اقدامي الجهاز دوت هي برضو كيبورد ما فيهاش اي حاجة خلص يعني ما فيهاش اصوات مهما عزفت بيها مش هتطلع الاسوات بتاعتي ولكن بتتيح للراجل ان هو يستعمل ايدي الاتنين او عنده ايد ايد يمين وايد شمال وهيبتدي يعزف بيانو مثلا وبتاع فبتتيح له ان هو يستعمل او الموديولز اللي موجودة معها جاهزة جاية والفرص ديت بانه يستعمل ايدي الاتنين ناس اللي بتبقى عندها عزف اه بيعزفوا بيانو او بيعزفوا كيبورد وبيستعملوا اديهم الاتنين دي هتبقى ميزة هيلة جدا لو انت بتعزف الحاجات ديت ده معنا انك انت تقدر فعلا تعمل لآلات حقيقية جوا بتاعك وتقدر تساعدك جدا في التسجيل بتاعت التركات بتاعتك اللي انت حتدخلها ديت. طبعا لو عندك كيبورد اساسا والكيبورد عليها اصوات او حاجة والكيبورد دي اساسا ممكن تتوصل باليو اس بي يعني ممكن توصل بالكمبيوتر فانت عادي ممكن توصل الكيبورد اللي عندك ديت بالكمبيوتر وتبقى وسيلة اتصال بينك وبين الكمبيوتر في بتاعك عشان تكتب بالآلات ديت وتعمل الكلام ده كله. اتمنى انا اكون وضحت ديت اللي انت هتشتريها. طبعا لو انت امكانياتك مش عليها عادي جدا ممكن ما تجيبش واحدة غالية خلص اجيب واحدة زيارة انا شفت حتى عازفين في العالم برا في اوروبا معهمش ارجاء او معهمش حاجة هوا معاه موجودة على جهاز لابتوب معاه وحطت اللابتوب بس عنده بيقدر يطلع الاسوات اللي هو عايزها من بتاعه وبيعزف بيه فبقيت الحاجات دي دلوقتي التكنولوجيا ما لهاش حدود وخلت الافاق كبيرة فانت حاول انك انت تستعمل الحاجة اللي تناسبك وتناسب امكانياتك وتناسب ظروفك واكيد هتلاقي حاجة ان شاء الله في امكانياتك تقدر تستعملها واشوفك الحلقة الجاي اشتركوا في القناة